آخر المباراة هو بيبقى السبب في المكساب دي لأططت دلوقتي وحاك تتكلم يعني قبل المحاضرة الفنية لبيتسو موسماني مع لعيب النادي الأهل قبل انطلاق التدريبة الأخيرة النهاردة هتكون في ملعب المباراة دي محاضرة فنية من بيتسو موسماني دايما بيعتمد عبرده على المحاضرات النظرية وبيشرح للعيبة والتمركزات ويشرح لهم فاكس طيف وتفرجوا على كذا مباراة لفاكس طيف زي ما بقول كابتن أسامة النادي الأهلي دايما مدرسة لتعليم كل حاجة سواء كرة القدم أو تعليم فنون الإدارة النادي الأهلي دايما بيأخذ به الأسباب زي ما قلنا من شوية صفر أربعة من أسماء كبيرة من مجلس إدارة النادي الأهلي مع الفريق ده رسالة للعيبة ورسالة للجمهور ورسالة للدنيا كلها أن المباراة مهمة المباراة لم تنتهي أو الدور ده لم ينتهي بعد اهتمام الناس واهتمام الكابتن خطيب ولما الكابتن خطيب اللي هو كبير المنظومة يتكلم مع اللعيبة دي بتدي طبعا يعني تأثير نفسي قوي جدا في الباسة كلها وشوفنا دور الكابتن خطيب مش أول مرة يبقى موجود أو يتكلم أو مواقفه مع فريق النادي الأهلي فيه أدوار سنة اللي فاتت واللي قبلها كانت أدوار مهمة وكان الصعود بتاعنا لو تفتكر فيه دور المجموعات متوقف على مباراة ومباراة خارج الأرض نادي الأهلي وكابتن خطيب بيسافر